السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت من نملة تكونوا باخير والاخير اليوم ان شاء الله سوف ندير معكم تشطيبات ديال الرقبة الدائرية كيفما قلت لكم تشطيبات ديال الرقبة الدائرية كيفاش تكون عندنا رقبة دائرية على شكل او كيفاش نفينيها نبدو على بركة الله لا تدير على الصوت النيالي باربلي شوية الفرد لديك شي لاش تعطلت عليكم في الفيديوهات أول شيء ندير هنا جوج الرقبة الدائرية في دقة واحدة لنقوم بطريقة عبارة ديال الرقبة يبقى لحسب الاختيار مثلا ثمانية سنتيم وهنا على عشرة سنتيم تقريبا يعني يبقى لحسب الاختيار نقوم بكيفاش تفينيوه بسم الله بحال هكا في حلوة نطيح الناس لدينا كتف نضيف الناس ماء هنا بعد نضيف الناس كما أردت لكم هنا لدينا الجوج الرقابات التكلفر التطبيب اختبار الهواء اختبار الهواء اختبار السندس اختبار الهواء نضيفها القرنة و їх نقوم بغير نضيفها نضيفها المعلومة نضيفها بغير و نضيفها على الطوب و نضيفها والمجد نضيفها نضيفها نضغط الطائق ثم نضغط الطائقة ونضغط الطائق المصطر كيف سوف نخيطها المصطر تحضيرها المصطر 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 سوف نقوم بخياطة ثم نقوم بخياطة طريقة الأولى نأخذ العبار نأخذ العبار نأخذ العبار نقوم بخصوص و نضيف صفح because نضيف صفح نقوم بخصوص هذا السبب نضيف طريقة نجمع العنق لا يوجد مجموعة نضيف العبار نضيف العبار نضيف العبار نضيف العبار نضيف الجزيرة ينضيف الم edge يكفي تقديم العبار نضيف العبار نضيف العبار هذا El Ok و هذا و هذا وجه ولكن هذا الوجه يكون الوجه يلتوب و هذا الوجه نبدأ في حال هذا نضع الخياطة نضع الخياطة و نضع هذا الخياطة لم يكن لا يجبدا و نكون مرتاح و نضع ثم نقلب لها من الداخل نضع الخياطة نضعه لجهة الخياطة و أدوز على خياطة صغيرة و لن تجعلها لن يجب على العنق و في حالها تدوز على خياطة 1 سنتيم واضح ، نريكم كيف نلاقيها مع الظهر و نجينا نعمل من الكتاب و نحن نضيف هذا الظهر و ألسقه على خياطة نصف الطريقة التي خيطنا بها الامام نقرب الخياطة و نحبسه خيطنا الامام بوحده و خيطنا الخلف بوحده نشتهم في حال هذا هذا هو الخلف من الأحسن نصلحوهم لا تباليكم الخياطة نقلبه بوحده نقرب الخياطة خياطة خياطة نقلب الخلف نقلب الخلف و هذا هو الخلف و نقلب الخلف خياطة هذا الأمام يجب أن نجمعهم بربعة ضربة واحدة من بعد نحل الخلف الخياطة من الداخل من براء مفينية نعودها لكم في الجهات الثانية هذا هو العنق الأمام ونضبğ نضبف جدا ستضغط الملك MOINT نضع ال Part 2 منĶ الثانية نصل لنا الشكل نضيف الخياطة هنا لن يجب أن يكون لدينا خياطة نضيف الخياطة نصرحوا التواب كاملين نضيف الخياطة نضيف الخلف هذا هو الأمام والخلف نضيف الخلف نضيف الخلف نضيف الخياطة بعد ذلك كاملين نحن نبدأ من الجنب من الكتف لا تكون لدينا ملاقية على القدام أو الخلف أردت تراصة باستمرار وتعطيها إلى تراصة و تريد التراصة باستمرار و تريد التراصة تقريبا في تراصة باستمرار تقريبا في تراصة باستمرار 1 سنتين النفط نقوم بتراصة باستمرار نقوم بتراصة العنق سوف نقوم بتراصة المشكلة نقوم بتراصة المشكلة 1 سالينة 1 سالينة هذا الوجه نخيطها على الوجه حتى يكون على الأمام أصيبانة الظهر نقوم بتصويرها عدد ثبوا نقوم بتصوير تصويرها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فتركوا في القناة اشتركوا في القناة سوف نظر هذه الخياطة سوف نقوم بقليل سوف نقوم بقليل سوف نقوم بقليل سوف نقوم بقليل نقوم بقليل سوف نقوم بقليل نقوم بقليل سوف نقوم بقليل بالضبط العنق سوف نقوم بقليل وكما تعلم بقليل توپ المناسب سوف نقوم بقليل بعد فضول المنزل 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 هذا هو كيف يأتي كتب غير الخياطة التي ضائرة وفي الظهر كيف تكون هذه كلبية مفيني على الظهر يأتي العنق وخلف من المعادة التي تصلح ستطلق الثوب المهم هذا هو الشكل النهائي هذا الجوج وفي الظهر وفي الظهر ستطلق الظهر اشتركوا في القناة وإلى الفيديو قادم بإذن الله